مع بداية يوم جديد ورغم كبر سنها تراها تسابق الزمن حاملة بضاعتها المتواضعة لتكون وجهتها قرى متناثرة وبعيدة بهدف بيعها والحصول على القليل من المال علها تسد به جوع أسرتها هكذا هو حال النازحة رشيدة التي نزحت من منطقة الفاخر إلى ضواحي مدينة قعطبة بالضالة وفي هذه الخيمة المتواضعة باتت تفتقر أسرتها لأدنى مقومات الحياة وتلجأ عند عودتها متأخرة لاستخدام أساليب بدائية في أعمالها المنزلية فمواجع النزوح تطاردها أينما كانت نقوم بالفقر نصلي الفقر ونسرح نطلب الله على بناتين من أي مكانة من أي يتامة ما حدا لدعمنا ولا حدا لدينا من نظامات واني كبرت السن وقحنا نسرح لنا لا بعيد ورجعنا مع رجعنا بالمغرب وقحنا زاحفين كنت نحن بعد بلقمة العيش نقرينا على بلاتنا معنا يتامة وهذا بضعتنا معنا بضعة حيانا نجلنا الدين وحيانا ما نحصلش تم تحتياجات وحدمات ضرورية غير متغثرة في هذا المخيم وغيره من مخيمات النازحين بالضالع فكل شيء غائب إلا من الاستقرار وتضاعف المعاناة والحرمان ورداءة الوضع الاقتصادي كما يقولون لتصبح أكثر من ثمانية آلاف أسرة نازحة بالضالع مهددة بالأمراض ومخاطر الجوع والمجاعة ومناشدات للجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل لأجلهم وانتشالهم من تلك الأوضاع المزرية إن إحنا وضعنا بهذا العام خاص من العام الأول بالبرد لا معانا دفاع لا معانا فراش لا معانا أكل دين أكل ونأكل عياننا لا عندنا ماء لا حالتنا المهمة لنبهى رب العالمين نحن نعاني بهذا العام القديد يعني في 2023 ننطالب من النظامات يعني مدنا كطرابيل بس بقودنا طرابيل يعني منين ثمان حالات تسع حالات يعني نحن نطالب لعاني الزيادة بالماء بالكهرباء بالحمامات بالأكل بالدفاع يعني الملابس الشتوية لأن نقول أن ما عانا أي حاجة لا كنابل ولا أي حاجة رشيدة قصة كفاح ملهمة في زمن الحرب والنزوح والتشرد فبعد أن أجبرتها الميليشيات الحوثية بالنزوح وترك منطقتها والنزوح إلى مديرة قعطبة اضطرت للعمل والترقل بير القرى والمدن لتوفر الغذاء لأسرتها وتقوم الواقع المرير وخذلان الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لحال كل الأسر النازحة محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم أضالة